اشتركوا في القناة 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 وطبعا ده بيرجع لخوف خوف مع عداته تقاليد مع يمكن فكرة دينية ان البنت ما سفرش لوحدها الاول بتديت السفل جوا مصر يمكن لغاية لما اتخركت وبعدين بدأت اشتغل سفري برا مصر بدأ بعد ما اتخركت وبقى عندي استقلالية مادية بدأت اخد قراراتي واقف على رجلي بقيت يعني معتمدة على نفسي الناحية المادية كانت مؤسرة يعني لما تبيحسن انت لوحدك وفي استقلال اتخذ قراراتك لوحدك اي اسرة كلنا او الغالبية مننا من اسر متوسطة فاغلب بداخل الاسرة بيروح للحاجات الاساسية طبعا السفر بيعتبر حاجة رفاهية فما ينفعش ان انا كمان ازود حمل الاب او الام واحملهم بتكلفة سفري الوضع بيختلف طبعا لما بتبدأ يتشتغلي ويبقى لك دخل مستقل اتقرار بيبقى مختلف اقنعتيهم ازاي قلتلهم ايه الاول ان انت لازم يقتنع من انت شخصية يعتمد عليها ما ينفعش ان انت تكوني معتمد اعتمادك بكل على اهلك بتطوهي لو روحتي لغاية اخر الشارع لازم حد يروح معاك بتعياتي من الموقف يحصل وبعدين تطلوب ان انت تسفري طب انت زيها تقنعيهم ان انت ممكن تعتمد عليك تعتمد على نفسك صح وممكن بره بره مصر يحصل لك موقف تتعرضي الموقف كتير صعب العواقق اللي قدامك كتير جدا عائق لغة ثقافة مختلفة ناس مختلفين فانت لازم تثبتي للا قدامك ان انت تقدري تعتمد على نفسك لوحد الجوة مصر الاول وبعد كده بتنتنيقل المرحلة اللي بعديها ان انت تقدري تعتمد على نفسك بره تمام ممكن تتغلبي على المشكلة دي كل بساطة اطلعي في الصحبة يعني لو جروب صحاب اكيد والددك هتبقى مطمين عليك لو انتوا جروب صحاب ده بالعاق ده هو الصحاب دي يعني بصي الاهل دايما بيبعندهم فكرة ان البنت بتبوز بنت الولد بيبوز ولد خليني هرجع لك وهاربا انت كمان سفرتي فين ولفتي انت روحتي متالي اماكن كتير روحتي روسيا وإيطاليا وروحتي اماكن كتير اراوح لوفاء اهلك رفضين تمام الفكرة ان انت اصلا تسفري ولا بره بقى ولا جوه لما بتيجي تقول لهم يعني انت هل فكرتي اصلا قبل كده قلت لهم انا محتاجة اسافر ولا هو المبدأ اصلا تقالك ما فيه الصفر اصلا هو قريدي المبدأ كان مرفوض من وانا ايام المدرسة يعني حتى رحلات المدرسة زي حلاتي اه يعني رحلات المدرسة كانت مرفوضة تماما لا مفيش حاجة اسمها تطلعي رحلة مع المدرسة بكل المراحل بقى حتى لما وصلت في سنوي برضو الموضوع كان مرفوض في الجامعة برضو كان مرفوض قلت يمكن لما تخرج واشتغل الموضوع يختلف شوية ان انا كبرته وبقيت مستقلة ماديا واعتمد علي زي مؤسسة هندكاب بتقول وجربت الموضوع حقيقي مرة تانية يا بابا انا عايزة سافر حتى يعني مش بلقى مصر بلقى مصر ايه المبررات يعني بتقول لك انت بشتسفري عشان واحد اتنين تلاقي ايه بقى واحد خوف ودي اهم حاجة عنده او يعني يمكن ده بيبقى سبب كافي ان هو بنسباله انا خايف عليكي ايجرالك حاجة حدي دايقك تبقى وصل لك ازاي لا اخليكي في البيت احسن خليكي معانا احسن مفيش حاجة اسمات سافري الوحدة وضغب عن زام زي ما انا قلت كده لما تتجاوزي حبيبت بي سافري بتزبط بتتجاوزي سافري او بالزبط بالزبط الموضوع ده مع اخواتي كلهم يعني مرفوض تمام اه طيب استاذة نهد اه كأم حريكي عندك بنت عندي بنت وعندي اتنين اولاد ولاد ولدين وولدين البنت في المرحلة الجماعية والولد في المرحلة الجماعية وعندي حاجة لسه صغنونة كده يعني لسه ناشئ صغير اه انت بترفوضي سفر البنت الوحدة تماما لا مش تماما لا هقولك على حق اوكي اه سمعت البنات بيتكلموا وبيقولوا احنا كان مرفوضة عندنا اصلا حتى السفر اه اه رحلات مع المدرسة مع كذا مع كذا انا ده مش مرفوضة عندي نهائي اه البنت بتيجي عايزت عندي رحلة انا ساعت اقول لها ايه شوفي رحلة في الجامعة طلعي مع صحباتك اتصلي بصحباتك اخرجي معاهم بنتي بتشتغل بتنزل الصبح الساعة تمانية تمانية ونص الصبح هي طالبة في ألسون اه بتشتغل في المركز الثقافي الروسي في قسم اللغات هناك اه جنب دراستها اه بتنزل تمانية ونص الصبح بترجع لي عشر عشر ونص بالليل اه عايزت سافر برا زي اي شاب واي شابة عندهم الطموح ده فانا بقول لهم لأ ايه بقى لأ هقول لك لأ هقول لك عندي نمازج وعندي أمثلة وانا صاحبة رؤية هل هي بتبع عدم ثقة من الأم ابدا انا بقول لك انا بقول لبنتي خروجي تكلمي صحباتك وخروجي انتي قاعدة ليه تكلمي صحباتك وخروجي معاهم سفري عندك سفرية عندك كذا احنا لو كلمنا من ناحية بس خلي بالحضرتك انت بتقول لها انزلي وخروجي وسفري هنا يعني جنبك اللي هو ايه يعني فاركة كعب هتروحي تعرف هي فين مش لا لا مش فاركة كعب هعرف هي فين هي انا ما تحصل لها اي ازمة تعرفي تلحقيها هعرف ابعت لها اخوها ابعت لها باباها انزل لها انا بنفسي فيه نوع من الاطمئنان النفسي ان انتي بنتك يعني خطوتين وهتجبيها انتي ممكن قبل ما نبدأ الفقر قلتلي ان هيك تجيلها منحة بره جيلها منحة انا قعدت مع اللي جايب لها المنحة طبعا اول وكان شرط اساسي قلتله اسأل لي لو هينفع باباها مش انا لان انا عندي مسئولية تانية هنا واخوتها الاتنيا هي باباها هي كبيرة وبنت منطبطة وملتزمة وتمام تمام بتنزل شغلها وبترجع وما عنديش اي مشاكل بس فيه طايم معين بتيجي الساعة عشر عشر ونص ما رجعتش البيت برفع عليها سمعت التليفون لو فيه مشكلة عنزل رحوا لها هيبعت لها باباها مترو تأخر مواصلة كذا حصل موقف حصل حاجة دي حاجة انا بس عايزة اخش من حتة معينة ليه ليه اما انتي بنت او مرأة والدين بيقولك يعني ما تطلعش من غير محرم ده حديث صريح بيقول كده عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان المرأة ما تنفاش تسافر اي مكان من غير محرم دين امرأ واحد احنا كستات ربنا خلقنا فيه حد مسؤول عننا طبعا ايه ابو يا الله يرحمه كان مسؤول عني وانا في بيته كنت 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 ملزمة منه بعد الجواز جوزي انا ملزمة من جوزي ان ما كانش فيه قب فيه زوج ان ما كانش فيه زوج وقب فيه أخ ان ما كانش فيه خال ده الشرع والدين بيقول كده ان انا دايما فرقة بتحد طب لو حضرتك نرجع بالزمن شوية الوارا وحضرتك في بيت اهلك والدك والدتك كنت بتمنى ان انا سافر وانطلق وإلى اخر انا بقولك بس الخبرة مع الوقت ومع المسؤولية ومع ان انا عندي اولاد بدأت ادرك انا احنا الجيل اللي كانوا بيقولوا لنا ما تطلعوش رحلات فهمني طب هو معلش هي حاجة يعني اصل الرحلة زيها زي ان انا اسافر اتعلم او ان اتفسح انا مش موافقة كمان انها تتجاوز وتتغرب بر حتى لو زوجها معي لان انا بشوف ده انت هتبقي حما صعب جدا اه اه بيقولوا لي كده انت هتبقي حما لا مش صعب هقولك لي لان انا عندي صحبات ومنفتحة شوية وفي عندهم مشاكل الناس عندها مشاكل مع جوزها بر اما يحصل لها مشكلة مع جوزها بر ويمنعها عن انها تنزل ولا ياخد ولادها ولا يقوم عليها مشكلة ولا يقوم عليها الحاجات دي قدامي وبشوفها طبعا اكيد اكيد الموضوع صعب انا لو جنب بنتي او ابوها جنبها او خالها او عمها اي حاجة تلحقيها على طول هلحقها اما تبقى مع جوزها وتختلف معاه ويبقى في قضية بينها وبينها وبينه ويمنع عنها ولادها الاختيار تختار بقى صح لا 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 خال خليني ارجع تاني الهند ويمكن قلتلي ان انت سفرتي لفتي العالم روحتي روسيا وحضرت المطشاط يعني لفتي يعني موظم البلاد يعني روحتي روسيا كان أثناء المطشاط تحت كسر العالم احكيلي بقى ازاي السفر يعني روحتي كذا دولة اوروبية ازاي السفر ده اثر فيك بشكل ايجابي السفر اكيد زي ما بيقولوا للسفر سبع فوائد احنا لو يعني قلنا فايدة او فايدتين اولا بيعلم الانسان ان هو يعتمد على نفسه ثانيا انت بتتعرضي لثقافات مختلفة بتقابلي بشر مختلفين تماما بتتعلمي ازاي تحترمي اللي قدامك حتى لو كانت ثقافته مختلفة ديانته مختلفة بقتمختلفة بتشوف حاجات جديدة بتفتح مدركك للحياة بتخلي قابلتي موقف حصل لك موقف هناك وانتي في روسيا او في اي بلد يعني موقف وقلتي ياريت كان حد معايا كان راجل معايا بس بقى مانا ايوه تقولي اه ما حصلش بصراحة يعني ما هو بيحصلش اقولك لي لان يعني ولا في روسيا ولا في غيرها لان انتي لا عموما في اي دولة يعني انا ما تعرضتش لموقف موقف يعني صعب او ازمة او كده بس عموما انتي لما بتحتاجي اي مساعدة في اي مكان برا الناس يعني مش بتتأخر ماتش بتتأخر ده حي طب اصداد ناهي طب نموذج اهي هند سفرت وراحت ولفت كذا دولة و يعني زي ما بنقول دايما ايه الست المصريات ميت راجل فعرفت تتصرف وعرفت تتكلم وزي ما هي قالت برضو ان في ناس كتير جدا هناك والناس بتساعد فالفكرة ان انتي برضو مصمما هو لا ما تتسافرش وتتغرب هي تخرج وتسافر وتقعد وتطلع رحلات لكن تتغرب بعيد عني لأ ده انتي كبير تقولي كارثة تانية حتى معجوزها لأ او او انا مش موافقة انا مش موافقة بصراحة ان انا بنتي بعد ما توصل سن 22 سنة و23 سنة عايشة معايا وجنبي وفي حضني اه ان انا يبقى التواصل بيني وبينها على النت بس اه او كل سنة مرة او كل سنتين مرة اه دي بالنسبة لي صعبة مش مش قادرة استوعبها اه بالنسبة للسؤال اللي سألتين ان هي الاستاذة سفرت و هي حظها جي كده ممكن يجي العكس لقيت اللي سعيدها انا اشك ان في حد بيساعد بعض وبرا لا بس الناس والله لسه يعني الدنيا لسه بخير يعني الدنيا لسه بخير احنا احنا في مصر بص يا هي بتقولك لا تقولك ناس بساعدتين احنا في مصر وممكن لقي حد ياخدك من ايدك يوصلك للي ساعدك حتى بقول الناس هناك في هميزة مش مصريين لا مش مصريين انت مشكلتك في المصريين اللي معاكي برا على فكرة مش في الاجانب انت مشكلتك في المصريين اللي معاكي المصريين دول برا الغربة احنا بنسمع انهم حاجة تانية حاجة تانية قولص غير 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 ما احنا في بلدنا هنا ممكن يعملوا في بعض مقالب ممكن ما يساعدوش بعض وممكن كذا وده على فكرة شوفناه في على السوشيال ميديا كتير وفي الأفلام كتير أن أنت يبقى معاك حد وطلع معاك وبتاكله في طبق واحد وكله وتيجي تعمل فيك ما أنا بقولك بس أنت بقى في بلدك هنا في بلدك هتقدري أن أنت تتصرفي هتقدري تعملي حاجة حد هيقدر يعملك حاجة إنما تخيالي لو حصل لك موقف برا إحنا دلوقتي أيام الثورة مش في بنات البنت اللي نزلت التحرير ديا مش كانت بمئة رجل البنات الثورة جاء اللي نزلت التحرير دي هي البنات دي كانت نزلت في ثورة مش البنت دي وصفناها أنها بمئة رجل طبعا ما تحرشوش بيها في التحرير وفي بلدها حصل تحرش للبنت وهي في بلدها من ناس ومن ديانتها ومن صنطها ومن جنسها ومن كله أنا ما بخدش دي مقياس بس أنا بقولك على سبيل المثال أن أنت معرضة أنت ما تبقي معرضة في بلدك غير ما تبقي برا بلدك طيب إيه رأيك إحنا كاميرا كلامي البنات نزلت الشارع وسألت الناس توفق بينتقوا تسافر ولا لا تعالوا نشوف التقرير ونرجع بقى كلنا نعلق عليه هشوف طبعا المكان اللي هتسافر فيه أو الإمكانيات أو هتسافر على أني أو أني مبدأ مش هروح مثلا رمعها في الغربة وخلاص لكون بس إنها فلوس وخلاص لا أعوذى المكان اللي يكون موثوق فيه مسافرة لإيه يطرى مسافرة الفرصة عمل أو فرط التعليم أنا ما عنديش مانع لو ده حاجة هيبقى في بصلحتها وإنها يتطور من نفسها وتتعلم أحسن وتاخد وضع وظيفي أحسن وتتعيش حياة أفضل أكيد هوافق والله هو بيكون طبعا بره فيه بعض البلاد بيكون فرصة فيها أحسن من هنا هو كطبيعة بالنسبة للفلوس هو أي نعمل صفر في حد ذاته بيبقى صعب لكن هو إحنا في الوقت الحالي اللي إحنا فيه دوت يعني بنحاول إن إحنا بنساعد نفسينا إن إحنا نكون الأحسن لا مرضوش ما أمنش على بنتي الوحدة لا مش هسافر لأنني أنا بحب البلد دي مش هسافر لأنني أنا بحب مصر آه هسافر هيبقى فيها أكيد فرصة تعليم جديدة فرصة شغل جديدة أيوة عشان أنا هسافر أصلا هو عايدي يعني الأعمال التطوعية بره وكده بتبقى حلوة في السي في وبتساعد أصلا إنه لو إنت عايز منحة بعدما تتخرج هيبقى فيه فرصة إن الشاريتي وورك عمتن شكله حلو في السي في بتاعتك مجتمعنا طبعا البنات عندنا بنقبى خايفين عليهم زيادة عن اللزوم فمش لدرجة إن ديهم الحرية قوي إنهم ما يسافروا كده بسهولة آه سافر آآ فرنسا والله لو بوايا أمامتي رديو بس أنا عايزة سافر عشان أنا أنا عايزة سافر كوريا عشان أنا بحب الكوري وعايزة تعلم هناك بصراحة عليها نيات سافر يعني علشان أنا من الأساس مكتش مخاليها مختلطة بالمجتمع قوي يعني قفل عليها طبعا زي ما شفنا مع حضراتكم كل الأميات قلت لك لا أنا مش عايزة سافر بس آخر أمي يمكن شفناها وقالت إيه أنا مش مخليها مختلطة قوي بالناس فده مخوفها أن هي تصفرها برا فتختلط بالناس فما تعرفش تتعامل وفاء هل يا وفاء ممكن يكون ده برضو سبب من الأسباب أن أهلك أنت مثلا أهلك مقفلين عليكي فأنت ما عندكيش اختلاط بالناس فهم برضو قلقانين وخايفين عليك أن أنت ما تعرفيش تواجه الدنيا لوحدك بالعكس تماما تماما أنا حد اجتماعي قوي وأهلي برضو اجتماعيين جدا يعني بابا اجتماعي جدا وليس حابه وساب ننزل أشتغل وأنا كمان اجتماعية في شغلي وده يعتبر مجالش يغلي يعني فلأ الموضوع بالنسبة للأهلي أو بالنسبة لي ما كانتش كده خالص الفكرة كلها ألأ بس أنا الآن عليكي حتى لما بخرج في نطاق القاهرة أو كده مكان بعيد شوية برضو بيبقى الآن يعني ما عليك كم في البيت يعني ما بتخرجي ما سأوليك تبقي الساعة كم في البيت عشرة عشرة ونص أقصها وكمان أبقى يعني من أستقل الموضوع معي في التليفون وأنا في مكان الفلاني وهرجع الساعة كزا لو اتأخرت عن المعايد اللي أنا قلته ألاقي اتصالات كتير قوي وقلق بقاوية لو مردتش طبيعي طبيعي طبعا يعني مش عارفة أنا ما بقتناش يمكن بحيطة دي أنا كنت تزيج بالزبط يعني بالزبط مرفوض رحلات مرفوض سفر مرفوض أي حاجة هي خلي بالي كما هتبقى أم هتبقى هيبقى نفس الشعور عندها بس لأ يعني أنا هيمكن لما خلفت لأ بسيب ابني يسافر بسيبه ويواجه الحياة ببقى طبعا خايفة وألان عليه جدا 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 لكن فكرة إن هو طبعا يسافر برا مصر بيني وبينك أنا ولد ببقى يعني الآن عليه يعني لو فيه كامب أو حاجة معمولة الآن طبعا وفي الآخر هو ولد بس هيب تبقى ما لهاش علاقة والله يبولد وبينك تبقى إحساسي كأم أنا ببقى فعلا خايفة عليه يخوفش طبعا طب خليني هندس أسألك من خلال برضو سفرك أكيد فيه مميزات وأكيد فيه عيوب أي حاجة فيها عيوب وفيها مميزات أعرف الأمهات اللي بيتفرجوا علينا إيه مميزات تسفر إن أنت تسفري لوحدك وإيه العيوب إن أنت تسفري لوحدك الأول لازم نفرق إحنا بنسفر ليه كل نوع من أنواع السفر ليه مميزات والعيوب أكيد مش أي سفر أنا مثلا بسفر بغرض السياحة فـ يعني إيه مش بحتك بالشعوب قوي أو بالناس قوي غير في الشارع وفي الأماكن السياحية لكن بالنسبة لمميزات الاعتماد على النفس طبعا اتعرض للثقافات تانية أنت زي ما قلت توسعي مدركك تحتارمي الآخر حتى لو كان مختلف عنك طبعا اللي بيسافر لأسباب تانية زي مثلا الدراسة أو الهجرة أو العمل طبعا ده حاجة مختلفة تماما ده بيعيش وسط المجتمع ولازم يتعلم أن هو يتقبل المجتمع اللي بيعيش فيه طبعا ممكن يتعرض لمشاكل في البداية أنت بتعيش وسط مجتمع يا إما تتقبله وتتعلم أن أنت تعايش معاه بكل مميزات ومساوء حتى لو كان مختلف تماما عنك أو أن أنت بتنغلق على نفسك وما بتقدرش تعايش في المجتمع صح وناس كتير جدا بتحصل لها صدمة صقفية وما بتقدرش تكمل هي برضو عايزين نقول حاجة أن الناس أو الولاد أو البنات بيبقى فاكرين أن برا الدنيا جميلة وفظيعة لا على فكرة يعني برا زي هنا زي ما هنا في حلو وفي وحش برا في حلو وفي وحش عادي جدا برا الدنيا مش وردي يعني أنت ما بتشوفش الوحش غير لما بتعيش حياة حقيقة برا وانتعامل مع الناس وتعرف أن احنا مش عايشين في جنة احنا عايشين مع بشر سواء في مصر أو برا مصر البني آدم هو هو في أي مكان ولكن اللي بيحكمه هو تطبيق القوانين إذا كانت القوانين صرمة في البلد اللي هو فيها فهو بمضطر أن هو يحذرمها ينفذ القوانين إذا كان موجود في بلد قانون فيها نوعا ما مش بيتطبق فطبعا هتشوف غير الشر طيب أساني دايما البنت بنقول إيه البنت حبيبت أبوها آه مامتها لا لا ده أنت فيه سيطرة جمدة جدا فيه سيطرة شوفت يا جماعة ست المصرية أولا إزاي ست المصرية لا ما سيطرة سيطرة رهيبة لا مش سيطرة صدقيني أنا بحب أولادي قوي وعايز أعقب بس على كلمة قالتها للأستاذة تفضل إن أنا السفر بخليه أعتمد على نفسه طيب أنا ممكن أخليه أعتمد على نفسه هو عايش معي ومع باباه وفي وسط أسرته وفي وسط بلده أوفر له السبل اللي تخليه يبقى كويس الدولة نفسها توفر السبل أنا بقى من هنا بكلم الدولة بنشدها ما تخلوش أولادنا يطلعوا بره إحنا أولادنا فيه كفاءات كتير قوي بتطلع تشتغل بره دي ثقافة زي ما أنا كنت بقول هم عندهم ثقافة أو عندهم فكر إن أنا لما أطلع بره أنا الدنيا جميلة أصل بره دا مش وردي يا جماعة بره دا بياخد من جهدك ومن أعصابك ومن حياتك ومن عمرك بتروحي تتغربي 3-4-15 سنين بترجعي تلاقي الدنيا غير الدنيا بتلاقي ثقافتك أنا كمان أخاف إن الولد أو البنت ثقافته تتغير أنا عندي مشاكل مع ناس أعرفهم وصحباتي وولدهم يعني أنت تخيالي كده إن أنت في دولة بره أوروبية وإبنك يرفع تيجي تكلم ما تقدرش تكلمي إبنك أو بنتك أو تقولي له ده صح أو غلط يرفع عليك سمعت التليفون على البولوس يجيبهولك ما هي دي من الحاجات اللي مش كويسها بره إن أنت عندك 16 سنة ليك إنك تطلعي بره البيت بصي هقولك إلا من رحم يا ربي وحسب تربيتك برده بس ده وارد إن أنت بتحتكي بمجتمع لا ثقافتك ولا دينك ولا كذا ولا كذا ولا كذا وبتلاقي ابنك بالتالي اتطبع بطبعهم ويرجع لك بقى مصري يعني لو رجعتك بقى تجي تجيبيهم معاك ترجعي بيهم مصر يقولك لا إحنا مش عايزين نرجع إحنا عايزين نقود هنا يبقى خلاص أنت كده الحياة كلها تقفلت وحس إنه بيفقدوا مشاعرهم يعني يعني إنه هو يبقى فيه مثلا حنية لو واحد مثلا مسافر وسيبقى أهله هنا بيبقى قلبه جمد عليهم هو على نفسه نفسه مش ده ابني اللي أنا ربيته أو ابنتي اللي أنا ربيتها يعني إيه ولد يعني أنا لسه قبل ماجي فيه مكالمة جاي لي بتحكي لي بتقولي الولد أو البنت البنت اتصلت بالبوليس لأبوها ودي مصرية مصرية بس عايش هناك عايشين بقواننهم أو عايشين بقوانن البنت ما أعجبهاش باباها أو كلام باباها فتصلت بالبوليس والبوليس هيبقى في صفها مش في صف الأب أو الأم طيب أنا ليه أتعرض أنا مولودة وعيشة ومتعيشة في مجتمع شرقي ومخلفة أولادي هنا أنا بقى لو ربنا كان عايزني أبقى من هناك كنت بقيت من هناك وخدت طبعهم وكذا 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 طيب يبقى إحنا كده في النهاية عايزين نقول إن حضرتك أم بطرفه تماما أنا مشكلتي مع الولد والبنت مش فكرة بنت وولد أنا فكرة السفر رفضاها حتى لو أيام البنت كانت في صنوية عامة هند ما خلكيش مثلا تفكي أو تفكري لا بوسي هقولك حاجة أنا دماغي كده وعارفة إن ده الصح أنا ما نعلمها تعتمد على نفسها هنا من دلوقتي أنا مريتها على فكرة أنا مريت بنتي وابني لو أنا بتصرف كويس ومعتمد على نفسي وليه كارير وليه حاجة كويسة قدامهم وشايفيني نجحة ماهمها طبيعية هيخدوا ده مني أو من بابا طيب هند إن يكون البني آدم له حرية الإختيار يعني مش عشان أنا ممنوعة من السفر عشان أنا مقتنع أنا مصيرة ومش مخيرة بالضبط دي مشكلة في حد ذاتها وبنعاني منها في مصر كتير حب الأب والأم مش لازم يكون عائق لأن البني آدم لابنهم يعيش طيب وفاق آخر حاجة قولي لأهلك بقى كلمة يمكن يعني يسيبوا تسفر سفرية يعني خلاص بنت بتشتغلي صحيح؟ طيب سفرية واحدة يعني سفرية واحدة ومش عايزة برا مصر أنا عايزة جوا مصر ممكن ثلاثة أيام يعني مفيش ولا حتى سفر ساحل ولا سخنة مع أهل معاهم أو لكن صحوبي أو الوحدي لا طبعا مرفوض تماما أصلك حاجة؟ ليه لا ليه والله لما تبقي أم أنا 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 كنت دايما من أقول لأ وبقى نقمة وزاوى بس لما كبرت وجوزت وخلفت بقيت بخاف على إبني جدا 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 سأقول لك حاجة هو أنا يعني على قد خوفي على أولادي فيما بعد على قد برضو أن أنا هشوفهم هيبقوا مبسوطين بالحاجة دي وتحت رعيتي أنا أو تحت عيني أنا هفضل متابعيهم قابليني بعد ما تتجوز عايزة بحشوفك بعد نتو تتجوز أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذا ناهد وفاقهن بشكرك شكرا جزيلا وكل سنوات طيبين طيب إحنا طبعا نسم كاملين مع حضراتكم كلام البنات وكلامنا عمره ما بيخلص هنروح لفاصل ونرجع بقى نتكلم مع سورة والإنترنت وإزاي نحول إدمان الإنترنت ده لحاجات إيجابية في حياتنا استنونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة